أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر وجود جملة من الأسباب المنطقية وراء التراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية تتعلق بشحنة السيولة من العملة الصعبة جراء توقف صادرات النفط نتيجة الاستهدافات الحوثية المتكررة وأشار نصر إلى سبب آخر يتعلق بزيادة في فاتورة الاستيراد من الخارج الأمر الذي يرفع الطلب على الدولار في الأسواق المحلية أكثر مما هو متوافر ويرى نصر أن بعض أسباب تدهور العملة الوطنية مفتعلة حيث يدفع المضاربون باتجاه مزيد من الضغط على الريال اليمنية لتحقيق مكاسب من هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر